أعلنت منظمات حقوقية في فرنسا عن تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية ضد عنف الشرطة في عدد من مدن البلاد السبت بعد أيام على مقتل مراهق برصاص الشرطة وذكر بيان مشترك صادر عن عدة تنظيمات حقوقية أن مقتل المراهق نائل البالغ من العمر 17 عاما وما أعقبه من عنف لم تشهد له البلاد منذ العام 2005 وفق تعبير البيان كشف عن المشاكل متراكمة في المجتمع الفرنسي بدءا من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة وصولا إلى توطر المستمر بين الشباب وقوات الأمن